يبدو أن فتاوى التحريم أصابت بعدواها بلدات لبنانية عدة واليوم وصلت إلى بلدة المنية الشمالية إذ أصدر مشايخ بلدات المنطقة بياناً دعوا فيه إلى إلغاء فقرة الغناء والرقص من المهرجانات لأنها تتعارض والشرع مؤكدين ضرورة عدم السماح بأي شكل من أشكال التبذير والهدر وختموا ناصحين أهل البلدة مقاطعة المهرجان في حال لم يستجب اتحاد البلديات أما أهالي البلدة فكان لهم موقف مغاير عكل حال مشايخ إلون حزيتون هن بس نحن كأولاد المنية كشباب المنية كأهل المنية نحن حن نتعايش بالمنطقة نحن أولاً مع المهرجان نحن مع الصياحة مع الحضارة مع العيش المشترك مع كل شيء نحن هذا الوجه تبعنا لا نحن ضد هذا الشيء بصريح العبارة البيان اللي عملوه قد يلاقي صدر عند البعض إنما السواد الأعظم من الشعب المنية لا مع المهرجان لأن المنية مدينة انفتاح مدينة ثقافة وحضارة مدينة عيش المشترك والاتحاد بلديات المنية موقف معارض للمشايخي أيضاً بعض معترض على المهرجان ككل من الناحية الاقتصادية وبيعتبر أنه الأولوي للإنماء والمنطقة هي بحاجة لأشياء قبل المهرجان بعض الآخر معترض من الناحية الشرعية بيعتبر أنه الغناء محرم شرعاً المهرجان ماشي بقرار مجلس بلدي والأبتاع في البلدية حكومة محلية طبعاً المهرجان قائم مثل ما أقر وتم التوافق عليه في لجنة من داخل المجلس البلدي هي أقرت كل ما موجود بوحي المهرجان من البروغرام وطبعاً المهرجان قائم بكل مقاوماته الجديد اتصلت بعدد من المشايخ الذين وقعوا البيان إلا أنهم رفضوا مقابلتنا مكتفين بما جاء فيه في التاسع والعشرين من آب تنطلق مهرجانات المنية التي ستمتد لثلاثة أيام وستضج هذه الساحة بالثقافة والغناء والرقص فتقابل المطاوعة بالانفتاح من المينيا لايال سعد قناة الجديد ترجمة نانسي قنقر